عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختمي اجتماعاً لعرض ملامح الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2019-2020 والحساب الختمي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة المالية والأمانة العامة للأوقاف وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية حيث أكد رئيس اللجنة نائب عدنان عبدالصمد أنه جاء تأكيدا للاتفاق مع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على ضرورة التنسيق مع اللجنة وإختارها بملامح ميزانية السنة المالية الجديدة والتباحث حولها قبل اعتمادها وأشار إلى أن ممثلي وزارة المالية لم يوضحوا أي تصور فيما يتعلق بسيناريوهات المقترحة للإيرادات أو المصرفات وتم الاكتفاء بعرض أسس عامة للتقدير كسعر البرميل المقترح والزيادة المتوقعة في باب المرتبات وإدراج مبالغ معينة لتسوية حساب العهد المتراكم وغيرها من الأمور لافتا إلى أن اللجنة أبدت عدم رضاها عما انتهى إليه العرض ما دعا إلى رفع الاجتماع لتجهيز البيانات المطلوبة